وكان المواطن علشان الغلبان أو حتى القادر لما يروح مستشفى ويبقى يتقال له أنت محتاج عملية ضرورية كان محتاج حد يقول له طيب حاضر أنت ما عندكش تأمين صحي لا ما عنديش طيب الحية يعني حتى في المرض ما منتدخلش قوي بأن احنا نحقق في دخله وإن كان في قاعدة بيانات دلوقتي بتتربط علشان نقدر أن احنا يعني ندي للي يستفيد منها يكون أكتر واحد محتاج لكن عايزة أقول أن احنا من 2014 كان عندنا واحد ونصف مليون قرار بيطلع سنويا يعني 2013 بنتكلم على ثلاثة ونصف مليون قرار بيطلع التكلفة أو عدد المستفيدين في خلال الفترة دي 17 ونصف مليون مريض استفادوا من 14 للنهاردة التكلفة كانت 86.7 مليار جنيه من 2014 للنهاردة فإذا احنا بنتكلم على يعني أكتر من الضعف وده منطقي مع دولة بتزيد سكانها بأكتر من 2 مليون سنويا ومع متوسط عمر بيزيد نتيجة خدمات صحية بتتحسن ما بقولش أنها الأفضل لكن بتتحسن وبالتالي متوسط العمر في المصريين بتدا يزيد ففرص الإصابة بالأمراض الخاصة بكبار السن بتبقى موجودة وبالتالي كل ده بيحمل عبء على الموزن العام للدولة وبرضه بنعاني من وقت للتاني ما بين المخصصات اللي جاية للدولة لأننا عايزة أقول نقطة مهمة والحقيقة في الحالة دي أنا محتاج أشكر معالي محافظة بنك المركز الحقيقة اللي هو يعني حط أولويات الصحة حتى في ظل الضائقة الموجودة حاليا ومنذ شهور يعني على رأس أوليات الدولة المصرية ودي حاجة أنا لازم أقولها لأن احنا بنجتمع بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء الحقيقة بشكل دوري مع هيئة الشراء الموحد ومع هيئة الدواء لكن الرقم أنا مش عايز أقوله وللرقم حضراتكم مش ممكن تصدقوا الالتزام بالعملة الصعبة شهريا قد إيه على البنك المركز اللي لازم يوفره رقم حتى لما بنتكلم على قروض من البنك الدولي أو من زندوق النقد أو من أي جهة الرقم ده يخلص عندنا احنا في شهرين ثلاثة في القطاع الصحة فقط وعشان همية هذا القطاع أنه ما يبقاش فيه مريض محتاج دعامة أو محتاج مؤكسد أو محتاج أسطرة أو محتاج علاج دوائي لعلاج أورام ما يبقاش موجود البنك المركزي بيقعد معنا إسبوعيا علشان يحقق الكلام ده كله بتكليف من دورة رئيس مجلس الوزراء علشان حتى في وجود بعض النواقص اللي احنا بنشوفها وبنشاهدها لكن في ظل أزمة زي دي احنا الحمد لله عددنا مشية وعملياتنا مشية ومستشفاتنا شغالة فإذا اللي احنا بنشوفه دلوقتي برقم يبدو بسيط ولكن هو حوالي 70% من أي إجراء جراحي بيتم من هذا المواضيع بتبقى للعملة الصعبة يعني مع الأسف احنا ما بننتجش في هذا المجال كتير لسيام الأدوية اللي ان شاء الله عندنا اكتفاء فيها لكن ما دون ذلك كلها مستوردة كلها بالدولار وبالتالي العبء على موزن العام من الدولة والبنك المركزي لتوفير العملة في الوقت المناسب لان احنا ما نتحملش معد القلب ان هو يعني يقف يوم او ان المستشفى دي مريض محتاج يركب دعامة يروح يقول له لا لا ما عندناش المقاس ماينفعش ومن هنا كان اللجنة اللي مشكلها دروس المجلس الوزراء مع كل الجهات المعنية عشان كل اسبوع تقعد وتشوف الدولة محتاجة ايه وتخرج سواء حاجات موجودة في الجمارك او حاجات بتيجي جديد اذا حتى ما كانت الاجراءات من 2014 النهاردة النهاردة المريض دي يروح المستشفى لو حالة طريقة يتعمل المستشفى وبعد يطلع القرار القرار بيطلع في 24 ساعة ده في حالات اللي هي الالكتف او الحالات اللي هي مش طريقة لكن حالة طريقة اي مريض بتوجه للمستشفى حكومي جامعة او صحة وبيقدر ان هو او تأمين صحي طبعا وبيتعمله الاجراء يعني مش نقوله لا استنى لما نطلع لك القرار بكرة لا بيتعمل الاجراء وبعدين الاجراءات الخاصة بالقرار بقت ممايكانة دلوقتي بتكشف بتعمل حتى بشكل يعني مش مش شخصي نقدر ان احنا نطلع القرار في 24 ساعة شكرا